اشتركوا في القناة السلام عليكم أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم دين ودنيا على شدة تيفي وشدة فهم أكيد ومرحبا كذلك بفضيلة أستاذ داعية والشيخ الأستاذ عبد الرحمن السكاش لكي نورنا دائما بالحضور دياله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمينة بارك الله وفيك حياك الله اليوم الثالث من رمضان كنت من الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الأعمال الله يتقبل منا الجميع أكيد يلا ها سنقوله دخل ما شاء الله واليوم يلا كانت تكلمونا والأستاذ يعني بسرعة ما شاء الله كي مر رمضان وكذلك الأعمار ديالنا فالله يجعلها في طاعة الله سبحانه وتعالى نتمنى لكم عواشر مباركة مرة أخرى وبصحة وسلام وإن شاء الله بشمس من يسوه حلقة اليوم إن شاء الله أكيد تكون كالعادة موعدة صغيرة ونتكلموا فيها على القرآن في رمضان وللقرآن أكيد مكانة كبيرة وخصوصا أنه كانت تنزل فيه هذه الأيام العظيمة وبطبيعة الحال الكل يهتم بكثرة يعني الاهتمام مفروض بطبيعة الحال دائما خصوة يكون طيلة سنة ولكن في شهر رمضان يزداد الاهتمام ديالنا بالقرآن كيفاش هذه الاهتمام مخصو يكون وكيفاش خاصنا نهتم بالقرآن الكريم قراءة تفسيرا حفظا هذه الأمور هذي سنشوفها اليوم مع فضيلة الأستاذ دائي والشيخ الأستاذ عبد الرحمن سكيش أما أنتم مستمعين ومشاهدين كذلك يمكن لكم أنكم تصلوا بنا وترحوا الأسئلة ديالكم سواء عن القرآن الكريم أو عن رمضان أو لا على أي سؤال آخر خارج هذا الموضوع هذا على أرقامنا المبينة على الشاشة 0-25-33-83-03-04 على بركة الله نفتتح حلقة اليوم مرحبا مرة أخرى أستاذ وموضوعنا موضوع القرآن الكريم وللقرآن الكريم مكانة كبيرة أكيد عند جميع المسلمين وخصوصا في شهر رمضان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حلبي في الله عز وجل أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بالفعل الحديث ديالنا على القرآن الكريم هو حديث مرتبط بأرواحنا فالقرآن الكريم هو روح هذا الإنسان فنزل القرآن الكريم كان في رمضان إن أنزلناه في ليلة القدر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فهذا القرآن بدأ نزوله هناك في غار حراء في جبل النور منذ حوالي 1442 سنة فمنذ نزوله وهو يعتبر نور هذا الكون نور هذه الدنيا نور قلوب المؤمنين فهو حبل الله إلى أهل الأرض وكلام الله إلى أهل الأرض فلن ننسى أن القرآن الكريم هو آخر كلام الله لأهل الأرض يعني يما تكلم سيد ربي سبحانه وتعالى مع أهل الأرض مع أهل الدنيا تكلم معه من خلال نوح من خلال إبراهيم من خلال موسى من خلال عيسى من خلال ثم كان آخر كلام له سبحانه وتعالى مع أهل الدنيا كان من خلال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فالله سبحانه وتعالى نزل هذا القرآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لبشيهدي به الدنيا كلها إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنة أجرا كبيرة فالقرآن الكريم ورمضان قصة جد جد جميلة فلا يمكن أن نحس بالمذاق والحلاوة دي الرمضان ودي الصيام إلا بالقرآن الكريم قراءة قياما وتدبرا وتفسيرا وعملا وتطبيقا ففي الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن الكريم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة نشوف هنا الحديثة يقول قال لك ابن عباس هنا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ناس وكان أجود ما يكون لما تلقاه جبريل في رمضان كيد درس مع القرآن الكريم وهنا العلماء يقول لك كان جبريل كيد تلقى مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان يلقاه ليلا والعلماء داروا الأفضل يدي القراءة للقرآن الكريم في الليل في رمضان أفضل من نهار وخل إنسان رصائم يعني صائم وممسك عن الشهوة دي الأكل والجماع وإلى آخره لكن تتبقى أن قراءة القرآن ليلا إما من خلال المصحف وإما قياما من توقف وقائم وتتهجد به لأن الله سبحانه وتعالى قال إن ناشئة الليل هي أشد وطأا وأقوى مقيلة فناشئة الليل يعني في الليل يكون الجو مهيئ للإنسان يقرأ القرآن الكريم وهو في صلاة وهو في وقف أمام الله سبحانه وتعالى فكي يكون هذا العبد هو تقرأ القرآن الكريم في خشوع في طمأنينة حتى ذلك السكون دي الليل يساعد على الخشوع بحيث أن لا حركة تهدأ الحركة تهدأ حركة الكون فالليل جعلنا النهار معاشا والليلة لباسا فيلبس فيه الإنسان لباس الطمأنينة فلما تقوم الإنسان تقرأ القرآن الكريم تحسب واحد الحلاوة ديره فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدارسه جبريل القرآن الكريم في الليل ثم تحكي سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضها قالت كان جبريل يدارس رسول الله سلم القرآن مرة كل عام فلما كان العام الذي قبض فيه رسول الله سلم دارسه جبريل مرتين فالخمستاشر يوم الأولى الدرس مع القرآنين والتدرس هنا يعني يقول له ضع هذه في مكان كذا بجانب سورة كذا وفي المكان الذي يذكر فيه كذا يدارس معه القرآن الكريم ثم في الخمستاشر يوم الأخرى اللي غادي يموت فيها النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد رمضان يعني بعد الحج غادي يموت النبي صلى الله عليه وسلم تدارس معه القرآن مرة أخرى ليطمئن جبريل على أن القرآن هذا الذي كلام الله قد استقر في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كما أنزل من عندي رب العزة سبحانه وتعالى فلذلك نحن حينما نقرأ القرآن الكريم فنحن نقتدي بسيدنا رسول الله سلم في مدارسته مع جبريل فيشرع للمسلم أن يتدارس القرآن الكريم مع الأبناء دياله ما فيها بس أنه يجيب صورة من الصور أو لا البلاصة فين وصلت في القراءة ديالك في الختمة ديالك تجلس والدرس مع ولدتك هل هناك أفضلية فهذا الأمر هذا يعني أفضلية للقراءة أو للتفسير أو للحفظ في رمضان هو إذا جمع المسلم بين القراءة والتدبر والحفظ ومدارسته مع الأبناء أو مع الأصدقاء أو مع الأحباب في جلسة ربانية كان أفضل يكون هذا هو الأفضل لأنه علاج لأنه فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فالله سبحانه وتعالى رغب المسلمين في أن يتدارسوا القرآن الكريم فمدارست القرآن الكريم تفتح للمسلم آفاق المعرفة تتعرف الإنسان على بزيف دي الحويش للقرآن الكريم تتعرف هو ربما التدبر يعني بطبع الحلقة تأتي مع القراءة أكيد فهو غير يمشي مع القراءة والحفظ ربما في مرحلة أخرى يعني الأولى هو تدبر طيب لو بيننا نسمع عن التدبر تدبر مثلا عندما نقول مثلا يا سين هو القرآن الحكيم إنك لا من المرسالين تتعرف يا سين حروف من الحروف التي تبدأ بها القرآن الكريم التدبر هو هذا شنو هي تتعني تتعني بزاف دي المعاني لا يعلم حققتها إلا الله تتعني كذلك استأثر الله بعلمها تتعني كذلك أن هذه الحروف منها ألف الله تعالى هذا القرآن ووضعها كإعجاز كأنه تقول الأهل الدنيا كلهم بإنسهم وجنهم هذه الحروف هذه للألف من القرآن الكريم فإن استطعتم أن أنتم كبشر كجن كإلى خيري أنكم توحدوا وتجيبوا بحالة القرآن فأتو به واتقدش فللإعجاز ثم يا سين والقرآن الحكيم والقرآن الحكيم هذا القرآن حكيم يعني معنى حكيم ففي منطوقه في عند القرآن الكريم وما فيه من آيات وصادرة من عند الله رب العزيز سبحانه وتعالى فهو حكيم ففيه حكمة فيه تدبر فلذلك المسلم لما تقرأ القرآن الكريم تتقرأ بالتدبر فهو يغوص في المعاني يستكشف الكثير من الأشياء فالقرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن والصيام يشفعان للعبد فإذا المسلم تقرأ بالتدبر على أساس أنه بغي يتقف منه بغي أنه يختمه بغي أنه يستفد منه هذا شيء جميل جدا لكن لو قرأه قراءة المهمة عنده هو أن يقرأ ويختم سريعا تنقول لي ما تقرأش القراءة دي الهدى الهدى يعني الليسان يهد المهمة غيره قل عدو برب الناس كي يجري لا قرأ ولكن عرف شنك تقرأ على الأقل حتى لما تدبرتش عرف شنك تتقرأ هذه ختمة جميلة جدا ثم لا ننسى أن القرآن الكريم له فضل النبي صلى الله عليه وسلم ويخاطب المسلمين وهذا في السنن عند الترميذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأهله لأصحابه قرأوا القرآن رغض يجي يوم القيامة شفيعا للمولي ثم في الحديث كذلك الصيام والقرآن يشفعان للعبد الصيام والقرآن تشفع المولى يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوة بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان أو فيشفعان تشفع لي ثم لنسى كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وذكرنا بهذا الحديث فيما سبق وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية للإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى لمن يأتي يوم القيامة وجوفه محشو بالقرآن والعلم والفرائض ونختم بالحديث فإن القرآن الكريم يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها فهنيئا للأمة الإسلامية بقراءة القرآن الكريم نقرأه إخواني الكرام تندير البرنامج حزب والجود الأحزاب وراء الفجر ثم في المساء وراء قبل المغرب ثم بعد المغرب ثم نخص الوقت الأكبر لقراءة القرآن في الليل جزء كنقرأه هنا مستقبل القبلة ومضي وجزء تنقرأه في الصلاة في قيام الليل في التهجد الحمد لله الآن كلنا تنصلي التراوح في بيوتنا لابد بإنسان يدير واحد النصيب من القرآن الكريم يقرأه في التراوح يكون له إن شاء الله دخلاً ليوم القيامة إن شاء الله سوف نمشي على بركة الله نفتحبها بالاتصالات على أرقامنا 0-252-33-83-03-04 يمكن لكم أنكم تواصلوا معنا مباشرة مع فضيل الأستاذ داية والشيخ الأستاذ عبد الرحمن السكش معنا أول متصلة هي ميلودا السلام عليكم ميلودا من الريباط السلام عليكم أختي كديرين رمضان كريم أهلنا وعليك شكراً كل عام والأمة الإسلامية بخير بارك الله فيك ميلودا بارك الله فيك مرحباً أختي نفتقي سؤولات لأن هذا المشاكل ألو نعم كان سمعوك عندي مشاكل شيء يضحب ولكن مني كان قرأ معنا كانت ضبره بطريقتي لأننا لست عادمة وإننا قارئة للقرآن وهذا التضبر يخذيني نطرح المجموعة للأسئلة وهذه الأسئلة في مرات كنقول يعني كتقضيك الأسئلة كتراكم عندي كتراكم كننغي لها أجويدا مثلاً شي مرات كنقولوا هذا شي مرات كتكون شي آية قرآنية ولا هذا بحضل مثلاً صورات الفاتحة أكيد المناس بحضبا الحمد لله وكذا الإنسان بحضبا لنسخيوخ ديالنا والعلماء ديالنا يبقوا يستثيروا باش يكون ذاك شي عمالي نربطوه بالحياة اليومية ديالنا أحسنت ماذا با قولوا العمل الصالح مثلاً ما هو هذا العمل الصالح وننقوموا نربط ما جاء في القرآن الكريم بحياتنا اليومية حيث غادي يكون أفيد فينا باريلي أنا زبا في الناس كي يكونوا مقاريين ما كي يبروش القرآن ما فاهمين ما كيف يفوه هذا الشيء نقولو وحنا عارفينو فلون صغاش ديالنا كتلقى ناس كيقرأوا القرآن ولكن ما عارفوا نشوش كيقرأ وكيف يفوه ولكن ما عارفوا شنو كيف يفوه يعني تدبر القرآن خسي سهموه أولاً وكتعرف احنا مشي كل شيء كاري في المغرب جاذاكم الله خيرا نبغي ما أكتر تكترو من هاد البرامج ولكن تربطوها بالحياة اليومية وتفسرو القرآن للناس تكترو الناس لمكاريج نعم أحسنت هذا هو اللي بغيت موصله شكراً جزيلاً مرة أخرى رمضان شكراً شكراً لك يا ميلودا سؤال مهم جداً وهو علاش يعني المبدأ اللي قيم عليه هاد شي كامل بشرية وعلاش تنزل الدين إلى غير ذلك هو باش يكون هداك الكتاب أين كان من أي ديانة وكن هضروع على الديانة ديانة اللي هي إسلام القرآن الكريم أنه يكون منهج حياة كيف ما تقول الأستاذ دائماً وباش يكون منهج حياة خاصه يطبق في الحياة وانشي غنشوفوه كيفاش غنطبقوه مع الأستاذ غناخدو تيسال آخر معنا سعيد من الرباط سعيد سلام عليكم أو من سطات سعيد سلام عليكم سعيد يا سعيد هاد سعيد يا سعيد لم تكن سعيداً بالاتصال بنا عاو تصل بنا لا 05-22-33-83-03-03 أو 0-4 طيب ميلودا صراحة تكلمت على هذه المسألة مهمة جداً مسألة مجد المسائل بدأوا باللولى أنه كان بعض الناس أنهما تقرأ إلى غير ذلك تحاولوا يديروا هذه المسألة للتدبر أنهم يفهموا القرآن ويوقفوا عند المعاني دياله لكن يعني طبعاً الحال ما غير يقدروا يفهموا جميع المعاني أول سؤال هو هذا وأنه كان مجموعة الأسئلة كتبقى كتراكم فشنو يدير الإنسان في مثل هذه الحالة تاني سؤال جالها هو أنه كيفاش ممكن أننا نفسروا هذه المعاني ولكن ندروا لها إسقاط على الواقع وأننا نطبقوها في حياتنا اليومية طيب بالنسبة للسؤال الأول طبعاً الحال أن الإنسان المتقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى لابد كتجي واحدة المجموعة ديال تساؤلات ربما تساؤلات تتعلق بالكون تساؤلات تتعلق بالحياة تتعلق بالنفس تتعلق بالمحيط الذي يعيش فيه الإنسان يعني تنلقوا بأن أغلب الناس اللي تقرأوا القرآن الكريم بالخصوص اللي تقرأوا وشوي كيش شوي الفهم لابد كتكون هذه الأسئلة مطروحة لابد ف يعني أنا تنشكر هذا الأخت جزار الله خيراً الأخت ميلودا تنشكرها لأن هذا السؤال أول مرة نتلقوا سؤال يعني شيء ما قوي في المضمون دياله ف يعني هذه التساؤلات لابد ما تترح بيزاف الناس يتسألوا لما تقرأوا البركة ديال القرآن الكريم تتجي من جمع هذه التساؤلات فأنا تنقول للأخت أولاً هذا الترح ديالك ترح رائع ترح مقبول ترح ماشي غير حب دلو أن كل المسلمين لما نقرأوا القرآن الكريم ننطلق ننطلق بعد القراءة إلى التعرف على ماذا يريد الله سبحانه وتعالى مننا هذا القرآن را ما نزلو السيدربي فقط غير باش نقرأ هذا القرآن را نزلو الله سبحانه وتعالى لنعمل به لنطبقه ولنعيشه في الحياة السيدربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في كثير من الآيات كي يوجهنا إلى إلى الهدف من إنزال القرآن الكريم فيقول سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين أعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرة إذن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى للحياة الرائعة الطيبة الجميلة فإذن التساؤلات لك تطرح تساؤلات كثيرة جدا تلقوا تساؤلات حول الكون إنسان تقرأوا واحدة من جموعة دي الآيات كما ذكرت مثلا الحمد لله رب العالمين فيكفي أن هذه الآية مثلا لما تتقرأ فهي إشارة إلى أن الوحدانية والألوهية الخاصة لله سبحانه وتعالى في هذا الكون وهو الذي يستحق الحمد في هذا الكون كله فلذلك الحمد لمن الثناء والمجد في هذا الكون لمن لله بحده سبحانه وتعالى رب العالمين نعم وإله عالم الإنس عالم الجن عالم طيور عالم الوحوش العالمين والعالمين جمع عالم فإذا هذه الآية تكفي في إثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى فالحمد لمن؟ لله الإله الذي وحد هذا الكون والذي يتوجه إليه هذا الكون بالحمد والثناء والمجد الحمد لله رب العالمين فجميل جدا هذا الطرحة لطرحاته الأخت وأنا أشكرها من هذا المنبر أشكرها وأقول لها يعني بارك الله فيك على هذا الفهم وعلى هذا التوجه اللي غادي فيه وتنقول لك أي سؤال عندك توصلت قرأي ديري واحد المذكرة بجانبي مصحفك الله يرضي عليك ورأيك غادي تشكري الشيخ سكاش في الخير غا تشكري غا تقولي الله يزيك بخلي أنني من خلال هذا التوجه اللي وجهتيني وطبقته ستصبحين إن شاء الله عالمة بكتاب الله ديري واحد توجه إما مذكرة مذكرة ما تلحيه هاش مذكرة كنك القرأ أيه فين وصلت كانت الآية رقم كذا وكذا تفسيرها لما تنسري كانت نفسر دك الآيات اللي عندي تنمشي إما التفسير إما عندي رقم ديالشي شيخ وأتصل به ويفسر لي وإما نمشي للمجالس العلمية وإما للكتب التفسير كتب التفسير وهي موجودة الحمد لله بكترة كل آية أفسر وأدرس وتنفهم والله يا أختي الكريمة متجي فين تختم إن شاء الله القرآن الكريم قراءة ومتجي كل هذا ستجدين نفسك إن شاء الله عالمة وقد بدأت تتسلقين مدارج العلم إن شاء الله وتعالى ربما اللي قصدت أكثر عودة في الشقة تاني ديال هذي السؤال هو من اللي كنت تتكلم على كيفاش نحوله هذك المعنى ديالجيك الآية لتطبق في حياتنا نعم مثلا نقوله وعلى الله يفلي توكل المتوكل مثلا يعني كيفاش يكون هذك التوكل بحالة المعاني في حياتنا اليومية كيفاش نطبقه ودولي جاي لي بيننا السؤال الأول ربما حاولوا ننزيلوا عليه شوية ديال اللي يتم باش تفهم الأخذ دياله ويفهموا النسبة لكن بسبب سؤال تاني سؤال تاني يعني لما تنقرأ الآيات القرآنية كنحاول نفهم مثلا نمشيوا مع أي آية لو نزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خاشية الله وتلك الأمثال ونضربها للناس لعلهم يتفكرون إلى آخر الآيات لو تفكر المسلم لو استدرب بسبحانه وتعالى هذا الكلام دياله نزلوه على جبل من خشوع هذا الجبل والخوف دياله من الله سبحانه وتعالى والشعور بالخشي أمام رب العالمين أشغل يوقع على هذا الجبل هذا هذا الجبل سيخر يعني على الأرض وتدك ويصبحوا يعني منبسطا ترابا هذا من خشيت الله سبحانه وتعالى فبالنسبة للإنسان نحن هذا فهم هذا فهم بسيط الآية اللي ذكرتها قبيلة على الله يفعل يتوكل متوكله نعود لها بعد الفصل نعم بعد الفصل مستمعينا ومشاهدين سوف نواصل معكم برنامج دين ودنيا بقوة معنا يمكنكم أنكم تتصلوا بنا إن شاء الله بعد الفصل على صفر 252 303 0304 كذلك عبر صفحتنا على الفيسبوك مرحبا من جديد نواصل الإجابة على سيدة زهرة اللي اتسلت وميلودة لسئلت على قراءة القرآن وكيفية تطبيق القرآن في حياتنا اليومية هل هناك من إضافة أستاذ لا يعني سؤال كبير جدا وعندنا اتسالات أخرى لا دغياء 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 بسرعة فتنقول لها أن فعلا اللي أكدت عليه هو أن كل القرآن الكريم تنقرأه تحول إلى تطبيق في حياته تماما إلا كنا نتنقرأه القرآن الكريم وفي الخرط نخرجه ونلقاه زحان في الشوارع ونلقاه المخصمات ونلقاه المضاربات ونلقاه النسان تغوت ونلقاه الزوج تهضم الحق ديال الزوجها والزوجات تهضم الحق ديال الزوجها تنلقوا الأبناء التي تعدوا على الأباء ديالهم تنلقوا 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 مشاكل فأين هذا القرآن في حياتنا فينا هو فلابد أن تنقرأه ونطبقه وهذا هو اللي يبغى ستدربي منا قد جاءكم من الله نور ومن كتابه المبين يهدي به الله ومن يتبع رضوانه سوبوا للسلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ويضموا إلى صراط المستقيم نعم سنأخذوا تصال آخر ويمكنكم طبعا أنكم تتصلوا بنا على أرقامنا 025-33-03-03-04 معنا زهرة من تيطوان السلام عليكم زهرة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله كده رفت أمينة لذلك الحمد لله الله يبارك فيك كده أستاذنا سكيش رمضان مبارك سعيد سكيش بارك الله وفيك سيبة أستاذ عبد الرحمن سكيش أحبك يا كده يا دكتور عمتيني شوية من مرتبك مرحبا مرحبا شكرا أختي لراختك عندي عرفك واحد جوج الأسئلة الله يسهل الأستاذ ديانا نعم نعم أنا واحد للأخت ديالي كانت معاقة معاقة دهنيا يعني العقل ديالها مزيانا وكانت قريبا 12 عام وكانت تستاكل وما كانت شهد فيدي يعني ما كانت شهد فيديا وذلك شي يعني الحالة مش بيثورة ولكن يعني علاقة الحالة يعني كون بغاو يخرجوا عليها يعني كون نخرجو ديك من ناسب كليل ايه وهي دبا توفات قريبا واحد العام هادي بش توفات وانا بعد اسي عدبني الضامر ديالي ما عارف شووش نخرج عليها طيب واضح سؤالك تاني سؤال تاني من فضلك الله جزيك بخير الأخت زهرة غير بالنسبة للأخت ديالكم قلتي معاقة ديهنيا ياكا اه ديهنيا ولكن العقل ديالها يعني مزيان لا لا ما ديهنيا لا لا ما يمكنش يكون معاقة ديهنيا والعقل ديالها مزيان ما يمكنش اسمح لي يا دكتورة يعني تلف معاقة جسديا اه جساديا جساديا اه اه واضح وعليش ما كانش كتتصوم ما تتقدرش تصوم ما تتقدرش تكمل المهار كنت تتخف كنت تتخف طيب واضح ايه هذا سؤال الأول سؤالك تاني سؤال ثاني زوج ديالي عنده مرض مزمين ايه ديال الأعصار تقريبا هذه شي مدة ديال العشرين عام هو تشرب الدوار الأعصار ايه وكان تتصوم وتقريبا هذه الشي ثلاثنين هو تيأكل ما تتقدرش يكمل النهار يعني فاش تتصوم تتجي ذك إخفاديا الجوع مه تيخصوه يأكل مه وما عدتش يا دكتورة هو هذا العامرة تيأكل ما عدتش واش دايزلو يأكل ولا ما دايزلوش وسبق لي استشار شي طبيب اللي كيدو يتبع معاه اه استشار طبيب غير له دعمة تدير محاولة ولكن وخات يدد محاولة ما تتقدرش يكمل النهار واقع يعني في الحياة ديالوتي تعطلش حاجة دخان شيء من هذا القبيل لا غير يعني غير يعني غير يعني غير يعني غير دولي سيشرب تقريبا وحد ثلاثة نوع الكينة في النهار الله يشافيه لك إن شاء الله وتعالى والله يشافيه لجميع إن شاء الله تسمعين جواب أنا دكتور بزاف ونهار كبير بارك الله شكرا هذا واحد الفرحة متتطوش وراني من المتبع الوافية الله يفرحك ويحقق السؤول ديالك وتمتل منك تدعيلي مع اختي بالرحمنة والله يجازك بي خير ورمضان مبارك سعيد علينا وعليك شكرا 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 آآ غادي نخضو تسال يونس من بركان السلام عليكم يونس السلام ورحمة الله السلام وبرك الله عليك مرحبا تفضل أعلينا وعليك شكرا السلام وبركاته أهلا وسهلا سيد الله الكريم عبد الرحمة الله لك وعش لكم بركة الله يبارك فيك أخي الكريم أحبك الله الله يحفظك ويته مبارك الزوجة رعينا شيادة لتطفع سيسكس إدعي معي إن شاء الله ربما اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي زوجة أخينا هذه لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقمع اللهم معجلها بشفاء طهوري إن شاء الله وتعال الله يعجل بشفاء دي لأي أخي الكريم أفرحكم الله بشفاء يا إن شاء الله أيا معك على الخطة أهلا وسهلا أهلا وسهلا مرحبا لا إله إلا الله أسأل الله لك الشفاء أسأل الله المشافي الذي بيده الشفاء وبيده أسباب شفاء يشفيك وهي لك الأسباب دي لشفاء إن شاء الله وتعالى طهورة إن شاء الله يا أختي الكريمة طهورة إن شاء الله شكرا لك يا يونس على تسال جالك الله يشفي لك الزوجة دي لك يا رب طيب غادي نبدأوا نجاوبون نذكروا مرة أخرى بأرقامنا الهاتف يمكنكم تصلوا من خلال المستمعين على شداء تيفي كتابعونا وكذلك على شداء فانفراديو كتابعونا أكيد مباشرة ويمكنكم أنكم تصلوا بنا على أرقامنا صفر خمسة دين وعشرين ساوة ثلاثين ثلاثة وثمانين ساوة ثلاثة أو ساوة ربعة نفس الأرقام مبينة على الشاشة معنا زهراتي كانت تسألت على الأخت ديالة بعدها تطلب دعوة منك أستاذ بالرحمة والله ندعو لها وندعو لجميع الذين قضوا سواء في كورونا أو بالإعاقة أو بمرض أو كذا ندعو لهم اللهم اغفر لهم وارحمهم عافهم وعفو عنهم أكرم نزلهم واسع مدخلهم يغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم الخطايا والدنوب كما ينق التوب الأبيض من الدنس هذه الأخت التي توفيت بإعاقة فنسأل الله أن يجعل قبرها روضة من رياد الجنة يا رب العالمين يا أرحم الراحمين أمين أمين نعم طيب سألت على أنها مكانش كتصوم لأنها مكانش كتقدر تصوم ودبت وفات وش يخرجوا لهذا با ولك المفضل سألنا على الشرط دي للتكلف اللي هو العقل مدمت هذه السيدة هذه الفتاة عاقلة يعني عاقلة وعارفة بأنها رمضان وكتصوم ولكن مسكين مكانش كتقدر فعندها عدر ديالها فيلزمهم أن يخرجوا عن هالفدية إن شاء الله يخرجوا عن هالفدية ملزمين يا سيدتي الله إذا كنت بخير لأخت زهراء أنكم تخرجوا الفدية على قدكم وباش مشوف المستطع مثلا يلا قدروا يخرجوها بجموعة تبارك الله إلا قدروا يخرجوهم فرقة إلا ما قدروش وعندهم غير الماكلة كلها رمضان مثلا يخرجوها هي قد تقول ثلاثين هو الفدية يخرجوها طعاما هذا ما رغب فيه الله سبحانه وتعالى لأن الهدف في الإسلام شنو هو هو أن نشارك الفقراء والمساكين أن نطعمهم إذا نشوف شي حدث مثلا في الحيديا له شي تطعمه يعطوه الماكلة ويقول لي جمعوني ذلك البركة ديال الفلوس يعطوها لي أو لا مثلا كل مرة من رأي ديولي شي باركة ديال الماكلة يدوها لي يقول لي قضي بهذه الأخيرة ديال النهار ولا ديال يمين ولا ديال التلتيام إلى أن ينهو إن شاء الله وتعالى طيب وستد في الإخراج جال هذه الفدية مثلا واشي خرجوه في رمضان يقدرون مثلا يخرجوه في مور رمضان مثلا تخرجوه من الغداء دياله نعم ولو ما غيكونش بحل الفطر في رمضان أو في غير رمضان ولكن الأولى بها في أول رمضان بالنسبة لنا الناس اللي يسمعونها كي يتبعونها بالآن عندهم عجز لا دوك لعدهم عجز ودابة بطبيعة الحال غير يخرجوا ديك الساعة لبحل مثلا هذه صافة توفات وغير خرجوا عليها هذه توفات ما تتيسر له نعم ولكن نقول من الأحسن التي سترى لهم مجموعة يخرجوا لأن اللي يكون صيامها ويكون ذاك رمضان ديالها المعربة سبحانه وتعالى قد أتمته ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على معده فباش تكون العدة ديالها صيام رمضان قد تمت وكملت إن شاء الله وتعالى و هنا بالمناسبة ديال الحديث عن الإعاقة كان تطرح عندنا البارح سؤال ديال الإعاقة وأنا البارح تحرجت لأن الذي طرح السؤال بقي كان عقل للأخ على كل حال الإبن دياله الإعاقة أولى البنت دياله عند الإعاقة لكن اسمه فأنا قلت تصوم إلى حتى يجيها الجوع وتفطر علاش لأن الإنسان اللي تكون عنده هذه النوع ديال الإعاقة اللي كنت تتكلمين عليها يعني عندهم واحد الإعاقة يعني ديهنية إلى آخر هؤلاء أعفاهم الله سبحانه وتعالى من الصيام لأن لو كان كاملا في عقلي خطبه الشرح يكل لكن غير مكلف على ذلك أنا ما تطرقش للثديع ربما الأخ يقول ما قالش لي الشيخ لأن لا تلزموا الفيديا هذا أصلا يعني مريض والأداة التي يكلف بها الإنسان باش يصوم ويدي العبادة لله مكينش فسقط عنه التكليف فنقول له يعني هو يعني هد الناس هدو ربما الطبيب يقول لنا أنه يعني لسنا نفهم ضمن إعاقة ديهنية فغير مكلف و بالأخير فهو غير مكلف فتسقط عنه لا الفيديا ولا شيء من هذا القبيل إنما باش نحسوا بأنه أيضا يعيش معنا رمضان نعم والدي صوب كذا و كذا و كذا و كذا وربي سبحانه وتعالى سيأجره طيب لك شكرا يك هاني لكم سيلا الحمد لله سوف أختي بغيت نتقول لك الصناة التجار تحل فيها مركعة واشغل يجب التجار وكي يجب التجار وكي يجب توق ياك ايه واخا اهام ياكي نعم هوا غي جاوبك الأستاذ سنجيبك يا بنتي سنجيبك اطمئيني اطمئيني الله يشافي اصأل الله ان يصلح لك ابنائك يا سيدتي اللي يصلح الولدات الذكور والانات ونسأل الله ان يشافيك ويعافيك ويقويك ان شاء الله وتعالى شكرا على اتصالك يا عائشة ناخد فاطمة مرحبا فاطمة من اقاقير عليكم سلام ورحمة الله الحمد لله ورحمة الله علينا وعليك شكرا حياك الله يا بنتي الله يحبك في الله احبك الله الذي احببتنا فيه يا بنت الله يتعمرك والله يخليك ديما تقلق تقلق ان شاء الله يا رب يا رب وانتم كذلك وانتم كذلك نعم مرحبا اولا تنقى القرآن وصنع تنقى واحد الحز وبنسبة صلاة طالعا واش نقرأ بحزب آخر نعم واذا أنا حاملة مع شيء تقل كنقرأي ونكمل صلاة نعم 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 وبيت دكتور عدلت الشخ عفاكي وليا واش نحاول اي وقت نكون واخر ومتعبا نرغم نش نكمل ذاك الحز صلاة ومتعبا نعم بغيت تعرفي واش تحسب لك يعني ختمة كاملة فرقتي ما بين الصلاة والقراءة اياك ايا تماما طيب عندك شئ سؤال آخر بس بعفاك السؤال الثاني ذيالي دبا أنا عندي مرت العام ذيالي نعم نحاولي مرتب كثير خير ان شاء الله تفضلي تفضل عام ديالي قلبا واحد ثلاث شهور هذي نعم وخلا هي حامل وقالي ها ما تحيدش لعيد أبليش بلد اللي بس الأبيض هتا هتا تولد نعم وش هك صحيح ولا اخت ياربع شهور وعشر يام لإتياج العيد نعم تسمعين الجواب الصحيح إن شاء الله يا بنتي طمئيني طمئيني وضعي معي الشيخ أنا رح الله يبرك لك يا بنتي الله لك البرك في صحة وأن يبارك لك وأن يسر لك حتى تضعين حملك إن شاء الله في طمأنين وفي أمان إن شاء الله الله يبشرك يا ربي أمي يا ربي أمي لكم شكرا شكرا لك يا فاطمة شكرا لك تحية لك ولقاء الناس في أقادير وفي الجنوب وفي المغرب كامل وحتى الجالي المغرب يجمع وكل شيء مناسبة ونقول له مع واشة المباركة وشكرا على تسبوع جالكم كانت معنا ظهراء من تطوان سؤال جالة تاني كانت لا تسألت على الزوج جال لمريض مرض مزمن كنتقول عنده مشاكل يعني عنده أعصاب على أين هذه ثلاث سنوات ما أبقاش كيقدر يسون فتاياكل وشكينش مشكلة طيب احنا هنا كانت سألوا سؤال بسيط جدا هل ربنا سبحانه وتعالى أنزل أو فرض علينا الصيام ليعذبنا فرض علينا الصيام ليريحنا لنصح لنكتسب صحة جديدة هذا سيد هذا مبتل في صحة دياله عنده أمراض ديال الأعصاب وتحنا تعرفون أن الأمراض ديال الأعصاب والأدوية وكذا داروا رخصو التغذية داروا رخصو الراحة داروا رخصو إلى آخر فإلا كان الطبيب دياله نصحه قال لي أن تفتر يفتر إلا قال لي الطبيب دياله يجدهد يدير محاولة الزوجة دياله ستقول بالله هو حاول ولكن لم يستطع لم يستطع وشهد سيدادة فرط لم يفرط هذا سيدادة دار نجود دياله على أساس أنه يصم ولكن لم يستطع ربما هذا الأمر كيبقى بين صائم والله سبحانه وتعالى وهذا هو اللي احنا جيين لأن الحديث القدسي ماذا يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به فإذا كان يوم يقول إني مرء صائد هذا السيد هذا والله لا يعرف حقيقة إذا كان يستطيع الصيام أو لا يستطيع الصيام إلا ربنا سبحانه وتعالى وهو نعم تماما فتنقل لك يا سيدتي الزوج ديالك إلى من تلقاء نفسه وكان صادق مع نفسه قال لك وديرها ما نقدرش أمرتي ما نقدرش أمرتي نصل لك أولو وقيتك أن تتعدب وخسني 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 لأخير خليه عليك يفطر ونطلب الله سبحانه وتعالى في المستقبل يتشفى إلا استمر على هذا الحال أرى عنده الفديا نعم إلا هو بحال دبف هذه الأيام اللي هو فيها بحال تنقلوا إحنا ما يخرج له الفديا لأولو يعني إحنا كانت ترجعوا الرجاء والرجاء غير الأمنية الرجاء أنه غادي يتشفى في المستقبل يك وغادي يقدم عليه فإلا هو تشفى راي قديدك شي لعلي إلا هو استمر الحال دياله هكذا يبني هذا الإعاقة الفديا عن نفسه إن شاء الله وعائشة من دالبيداء سألت عن صلاة الفجر شال فيها من ركعة صلاة الفجر فيها يعني الفريضة وفيها السنة فيها الرغيبة وهي اللي كان سمعوه مني سيسمعوه المؤدين تأدن أشان ديروا تنطوضوا وتنصلي واحد ججر كعات السنة كيتسموا رغيبة الفجر وهو من اللي قال فيه من نبي صلى الله عليه وسلم رغيبة الفجر خير من الدنيا وما فيها إذن هدوسنا ما فيهم لا إقامة صلاة لولو سرا الفاتحة وصورة الفاتحة وصورة بدلوا أننا الفاتحة وصورة قل يا أيها الكافرون في ركعة الأولى الفاتحة وقلوا الله أحد في ركعة الثانية سرا إذن هدي سرا ما فيها لا إقامة لولو تنسلم عاد كالنط باش نسلي الفريضة اللي يفرض عليه لمولاه اللي كتكون هي الصلاة اللولة لنفل النهار كان قيم صلاة كان قيم صلاة الله أكبر والله أكبر شهدوا أن لا إله إلا وشهدوا رسول الله تلخر ثم كان كبرت كبيرة الإحرام بصوت مرتفع والمرأة تكبر لأن النفل بيد لا تسمعوا نفسها وترفع إدها ولا سميتوا إلى حدوى ودنيها ولا حدوى من كبيرها إما تدير الله أكبر أو الله أكبر ثم ترفع صوتها الفاتحة وصورة بجهرا وركعتني كذلك الفاتحة وصورة جهرا وتسلم هده ما نفعله في صلاة الصورة وفاطبة من أقادير تسأل وش ممكن ختم القرآن في رمضان بهالطريقة لذكرات ليه تقرأ حزب مثلا وكتستمضي في تراويح بحزب بحيث أنه في الأخير كتجمع كل شيء هذه الختمة ديلا جميل جدا هذا والله يا بنت يا فاطمة هذا جميل جدا أن الإنسان تقسم القرآن شوية تقلس ويستقبل القبلة ويقرأ ويخشع شوية عاو تاني واحد شوية في الليل تينود تصل لي واحد الحزب تصل لي هو ووقف الصدر بسم حانه وتعالى جميل جدا هذا بدل ونديره بحالك حزب نقرأه ونحن قلسين ونحن قلسين وحزب تنقرأ ونحن وقفين والأخت يعني حامل فنقول له هيجوز لك أنك تصلي شوية قلسة وشوية وقفة لأن هذه النوافل وهذه النوافل يجوز فيها الجلوس والقعود خصوصا إذا كانت المرأة حامل أو متعبة فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك وكما ندعو لك إن شاء الله تعالى بالصحة وندعو لك كذلك الله يرزقك إن شاء الله مولودا أو مولودا طيبة صالحة تكون لك خلفا إن شاء الله تعالى تسأل كذلك عن العمد جيلها توفى زوجة جيلها كانت حاملة واش لبس ذلك لباس الأبيض والعدة يعني من بعد ما توضع الحامل هي حامل أو قبل هي حامل نعم غدت دير العدة ديالها سواء باللباس الأبيض أو البني أو الأسود لم يرد في الشرع ما يدل على اللون إنما هذه الألوان هي من اختيار الاختيارات فقهية تتناسبها الحزن الذي تعيشه المرأة فالمالكي يختار الأبيض الحنابلة يختار الأسود وكلها ألوان تشير إلى الحزن ثم هذه السيدة العدة ديالها كتسلي بالولادة ديالها لما تولد لما تولد سالة العدة كتسلي العدة ديالها تتحيد دك اللي باس ديالها والدليل على ذلك قول الله عز وجل وَأُلَا تُلَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ يعني المرأة الحامل إلى متزوج ديالها وهي حامل تتسلي العدة ديالها نهار ولدت نهار ولدت كتحيد اللباس وتنتهي العدة الله يكون نهار واحد مثلا متزوج ديالها لبسات العدة ديالها مثلا اليوم وغدى ولدت سالة العدة ديالها لا تعتدوا ربعة أشهر وعشر سالة العدة ديالها الهدف من العدة هو الحمل الحمل إذا كان الحمل وضعت سانتهت الأمر فرحيم يعني قد صفى وطهر والحمد لله فهو لم يعد يعرفه إشكال ولذلك الله ربنا سبحانه وتعالى حدد هذا وَأُلَا تُلَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ صدق الله نحن ناخد اتصال آخر ودائما انتصالاتكم مباشرة مستمعين ومشاهدين على 0522 333 0404 معنا بوشرة من ششاوة بوشرة سلام عليكم بوشرة يا بوشرة بوشرة كتسنات مع راسة وكتفراج بتلفازة أنت معنا على الهواء يا بوشرة طيب غادي نخلي بوشرة نرجعون لعدها بشوية ناخدوا سيمو حمد من مراكش السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا الحمد لله حياك الله أخي سيموحمد الله يكرمك يا سيدي جزاك الله أخير نعم مريضة عقلياً يا سيدي مريضة عقلياً وشتخلج إعلال فيزياء ولا شنون همس يالله جاوبة للسؤال غايعود مريضة عقلياً ياك نعم لا ما تتعقل والو ما تتعرف والو ما تتعرف والو ما تتعرف شنو واش رمضان ولا ما شير رمضان ولا آخره لا تتعرف تتعرف ما كتميت واخا إن شاء الله بعدها من جهوة إن شاء الله ثم ندقو لك سيموحمد شكراً شكراً على تسالك بوشراً بوشراً واختي آمينة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله عادة تبيضي آمينة الحمد لله الله يبرك فيك علي نوع عليك شكراً بغيت الدكتور يدعي لي مع ابنتي الله يزعيك بخير تجيال حيض تجيب الألم وتجيب الألم بزاة لبارك بيتتتعلم وطقية عندك شي سؤال آخر بوشرا؟ لا اختي شكراً الدعاء من طبيعة الحال جميل جداً وأكيد أنه نافع في كل الظروف وفي كل الأوقات والأحيان ولكن لا بأس أننا نستعنو بطبيعة الحال بمختصين طبيب طبيب أو طبيب لأن هناك كتكون مشاكل مشاكل كثيرة وعداب نفسي وجسدي كبير لهذه البنيتات فما فيها بس أن الإنسان يمشي عن الطبيب ويشوف نهوه ورغم ذلك ورغم ذلك نحن ندعو ونتبرك بالقرآن الكريم لأن القرآن الكريم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزد ظالمنا إلا خسارة فنقول اللهم شفي هذه البنية ويسر لها وسهل علي يا رب العالمين وأنت تسسر الصعب تجعله يسيراً يا رب العالمين وحتى الأخذ بالأسباب أستاذ يعني لا يتم إلا بمشيئة الله شوف عندنا فهذا البرنامج هذا لا بد من الأخذ بالأسباب أنا أؤمن بهذه الأشياء أن الإنسان يقول لك أنا مريض بكذا وكذا ننصح نقول لله يخليك خذ بالأسباب الإسلامية دعوك إلى الطبيب وأن تأخذ بطراء الطبيب وتتوجه إلى الطبيب وفيه توكل فيه توكل هذا هو التوكل لأنك لن تشفى إلا بمشيئة ما عن التوكل التوكل هو أخذ بالأسباب والذهاب إلى الطبيب أنا المن قل يا ربي شافيني ثم توجهت إلى الطبيب أنا أولا استعنت بالله ثم أخذت بالأسباب الأسباب هو استشرت مشيت ضقيت عليه قلت لي الله يخليك أنا عندي كذا فحصه فحصني الطبيب ثم أنا دعيت الله الله سبحانه وتعالى سيوفق هذا الطبيب ويلهمه إحدى الأدوين اللي يخرج لي سيكون فيها الشفاء وشفيت أنا أخذت أولا توجهت للصدربي وأخذت بالأسباب وتوجهت إلى الطبيب والطبيب ويخليه نفسه للمرض يأكله فلا بد وأحيانا إذا لم يكتب أو لم يكتب لك الله سبحانه وتعالى هذا الشفاء فأنا أخذت تمشي عن طبيب فأنا ما غاديش تعالج فإذا هو يتنخذه بالأسباب ولكن كل أمر كله بيد الله وعلم أن ما أصابك ما كان ليخطأك وما أخطأك ما كان ليصيبك رفعت الأقلام جفت الصحف يعني إذا قدر لك الله أن الشفاء رغت تمشي عن طبيب ويكسب الكتشافة قدر لك وخطفش عن جميع الأطباء هذه الدنيا فعلى كل حال الأسباب شيء مهم جدا يا عباد الله خدوا بالأسباب خدوا بالأسباب فالله سبحانه وتعالى وضع الأسباب في الكون للشفاء من الأمراض فنأخذوا بها إن شاء الله وتعالى جزاكم الله خير طيب سيمو حمد كان نسأل على سيدة مريضة عقليا ونحن نعرفه طبعا المرض العقلي في درجات من طبيعة الحال فإذا كانت عارفة بأنه رمضان لا أحيانا أستاذ يكونوا بعد المرضى مثلا حيث كيف ما قلت لكين درجات وارا عارف رمضان ولكن مثلا بشي ميز أنه مخصوش يأكل ولا كده وكيلي ما كيعرفش الحالة ديالو ما تتخليش يميز هاد الناس دولتي عارفة بأنه رمضان تيقولك أنا مأمن به أنا مأمن برمضان وانا مأمن بالفريضة ديالو وكذا 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 ننخرجو عنه الفيديا حتياطا خلافا للناس المسكنين ما عارفش تتكت ما معنى هكذا ومن كذا ما معنى الصيام من هذه الى آخر لا يعرف هادو رفع عنهم القلم هؤلاء سقطت عنهم التكليف وسقطت عنهم الفيديا وسقطت عنهم القضاء وسقطت عنهم كل شي لكن المثل أنقى وحد المريض عنده ربما دهني باش ميقعش خلط ربما الناس كيني مغاديش يعرفي ميز هذا الامر هذا واشو مثلا قدوا نرجعون للطبيب بيحسم لنا واشو مرض عقلي وطبيب حارة هو الطبيب واللي يحسم لقال لنا الطبيب هذا مرض عقلي هذا مرض عقلي مولاه لا يصوم لأنه لا يعرف ماذا يفعل والطبيب فتواهي مأخوذ بها عند الفقر خلال تأخر خلال تأخر كذا إلى آخره إنسان عنده مشكل هذا لا يصوم لكن لو قل لنا هذا المشكلة ديالو شيء مارا المشكلة ديالو بسط رأتي عرف هذا تنقلو نخرج عنه الفيديا تحت طياطا هذا ربما ما كيتسنفوش في الناس اللي مختلين عقليا لا 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 ما شيء مرض عقلي كلي يعني كليا لا عنده لا زال عقل ديالو يعني هذا هذا تنقلو نخرج عنه الفيديا تحت طياطا وهذا هو الحالة ديالسي محمد لابن ديالو لابن ديالو هذا الحالة ديالو لكن بالنسبة لحالة ديالو الخرى دي الإنسان اللي يمسكين عندهم هذا ما يسمى عندهم اسم استسمح على كل حال تكون بحل دي مونغوليان استسمح للرفضة هؤلاء هؤلاء لا يسوم وهؤلاء وهدو أستاذ ركي يكونوا كي عارفتهم ركي تحسبيهم حل عارفهم ولكن رهو ما عندهم عندهم تأخر عندهم تأخر لإستشارة دي الطبيب إذن لقى اللي هرها السيدة مريضة عقليا إذن هنا سوف يكون نقطة لا نخرجوش عليهم نتمنى أن يكون في الاستماع وكيشهر ندى بسي محمد أنه لا تخرجش علي السيدة حتى شي حاجة لأن النسد عندهم خلل ومن شروط التكليف لأداء العبادات في الإسلام العقل فإذا فقد العقل لا تكليف يسقط التكليف نعم غادي نوصل معكم وسمعنا بعد فاصل ممكن لكم أنكم توصلوا معنا على أرقامنا 05-22-36-83-03-04 كتابعونا أكيد على شادا تيفيو شادا تيفيو دين ودنيا دين ودنيا مرحبا بكم من جديد مشاهدين ومستمعين في دين ودنيا على شادا ودائما مع فضيات الأستاذ داية والشيخ الأستاذ عبد الرحمن السكاش نوصل معكم باقي أسئلتكم ليكن توصلوا بها مباشرة على صفر 05-22-36-83-03-04 يمكن لكم كذلك أنكم توصلوا معنا من خلال فيسبوك على صفحتنا شادا فامعنا عبد الله على الخط سلام عليكم مرحبا بك سي عبد الله تفضل وتحية لك أختي أميناء وكنحية الشيخ ديننا اللي هو عبد الرحمن السكاش وتحية لك شكرا لك هذا شرف لي أن توصل معكم أول مرة في هذا البرنامج وكان شهد مباشرة من عبر شاشة تلفز مرحبا وتبارك الله الشيخ ديننا رأى الصوت دير وتبارك الله ما شاء الله جانيين بحل الشيخ محمد حسن شكرا شكرا لك بارك الله فيك بارك الله علي ومع حسن مهم أني أنا أحتلال الأسئلة أستاذ نعم سؤال له كي تعلق ب يعني بناد بفوصة الصالة ديره يعني كي تصل لي فوصة الصالة يعني أعطاه صجار أعطاه واش غادي يعني واش غادي يعني أغد تقول الحمد لله ولا ما أغد كم الصال نعم وسؤال الثاني كي تعلق ب يعني إنسان فاش كي يكون حالة يعني باش يتوضى الوضوء الكبير يعني كي يكون عليه الوضوء الكبير واش أنا غادي فيق قبل يعني قبل ما يقدم الظهر ولا إلا فات الظهر معلي وال يعني وحسي يقول لك وديه من اللي كيف وتظهر عن رمضان كي يعني باطل يعني عندك شي سؤال آخر سؤال ثالث يعني فاش كتكون بعض المرات يعني يعني كتكون في الزنقاء يكون رفض الماء في الزنقاء هل تقصد الماء الذي ينزل من السماشة؟ تقصد الماء في الأرض؟ هذه هي الأسئلة التي لديك أسيا عبدالله؟ شكراً لكم شكراً على تصارك عبدالله أول سؤالي إنسان إلا كان يتحدث لله وعطس واش يقول الحمد لله والتصلاة؟ والله أولاً تحية لهذا الأخ عبدالله جزاك الله وخيراً بارك الله فيك سيدي الكريم على هذا التناء ثانياً إن الإنسان لا أعطس وهو في الصلاة الأولى أن يلتزم بما في الصلاة لأنه وهو يصلي فكما قال صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلاً فانت صلارك في شغل في أداء أركانها وشروطها خلافاً لمن قال يقول الحمد لله وما دم قال الحمد لله فهو في ذكر فهو وهذا الذكر ومن الصلاة فنقول الأولى أن يلتزم بما في الصلاة أعتص الإنسان فهو في ذكر قبل ما يعتصر في ذكر وفي شغل وواقف أمام رب العالمين فلا يلزمه قول الحمد لله فهو في شغل وفي ذكر لله سبحانه وتعالى نعم تكلم كذلك على الغسل الكبير سأل على أنا واش خصو يكون قبل الظهر أو لا من بعد الظهر بهدف صحة الصيام أولا يعني الطهارة يعني الإنسان يغتسل من الجنابة لا علاقة له بالصيام حتى المرأة الحائض لو لم تغتسل مثلا من الحائض وصامت صيامه صحح لو لم يغتسل وهو جنوب صومه صحح لكن المشكل هو كيف سيؤدي هذه الصلاوات مثلا الحائض مغتسلتش كيف ستؤدي صائمة ولكنها لم تغتسل كيف ستؤدي الصلاة جنوب صائم صيامه صحح نعم ولكن كيف سيؤدي صلاة فلذلك العلماء قالوا وجب على كل من أصابت الجنابة أن يغتسل ويسرع قبل صلاة الدور حتى إذا أدركته الدور يكون قد اغتسل وتطهر واستعد للصلاة فالاغتسال هنا ليس للصوم وإنما الاغتسال لإستقبال الصلاة استمر دازل فجأة أي الدور لإستقبال الصلاة الأخرى ليه الدور ليه العصر ليه لا هل سيمضي اليوم كله هو جنوب لا لا يمكن فلذلك الصلاة لا بد لها من طهارة فإذا كان الصيام لا يؤثر فيه تؤثر فيه الجنبة فالصلاة لا بد لها من التطهر فكان نصحو الأخ دي لنا أنه يغتسل قبل الظهر نعم سؤال الثالث عن المال اللي يكون في الخرد يلتياب دي لنا تحويش دي لنا يمثل منك تكون شتى الحمد لله علاء فواش هدك الملابس نقدر نصلي بها أو لا نعم وسألنا على أنه المال اللي يكون دي الأرض سؤل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا وسؤل والسؤال جاء من جهة النساء المرأة تجر دي لها في الشارع يعني المرأة معروفة أنه يجر يعني تقريبا شبر من المرأة في الأرض كي يمشي في الأرض كي تجر في الأرض طيب قالت يا رسول الله يعني يمثل الأدى قال يطهره ما بعده يطهره ما بعده يعني بحيث أننا نسير في زقاق في شارع هل هذا الماء اللي هنا هو نفسه الليلهي هو الليلهي لا يقدر يكون هنا متسخ لكن يأتي الماء هناك طهر يطهره ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يطهره ما بعده المكان الذي يزمنه ربما نجس أصابته نجسة لكن بعده قد يعني يمر بمكان طهر فيطهره هذا التوب ولذلك نقول لأخينا فالأصل في الأشياء الإباحة ما لم يريد دليل يحرم يعني تقول لك فأنت مثلا غادي في الزنقاء واشتكت صب وربما نقصتك كنت ترشش شيء من الماء الجاتم في الأرض على التياب ذلك غادي دسجي أخرى يترشش ماء طهر فأغلب الضن على المسلم أن ما ترشش عليه فهو طهر إن شاء الله تعالى والصلاة به صحيحة ولا ينتقد بها الوضوء إن شاء الله نواصل باقي تسالاتكم ونذكركم أنه من بعد دقائق غادي تكون معنا زينب تامير في فقرة نحن معك باش غادي تعرفوا معها على الحملة أو المبادرة اللي غادي تقوم بها هذه الأسبوع كذلك غادي تعرفوا على الحالات المرضية لمعنى هذه الأسبوع المحتاجة لمساعدة ديالكم الله يتقبل من الجميع تسالتكم المباشرة على صفر 252-33-03-03-04 ومعنا إلياس على الخط من مدينة الضالبيضاء سلام عليكم إلياس السلام عليكم أختي كدير اللي باس عليك بيخير الحمد لله الله يبارك فيك جمعون بارك الله يدخلك في حصة أنا موبرش متمينة شاء الله ومبروك لك رمضان يا رب شكرا علينا وليك إلياس بارك الله فيك تفضل عندي حسسؤال ليس كبي خير على أني كنكم بعض الأيام في رمضان كنصايم وكنت نحساد مرة كنفضل مرة كنفضل الهدراء واشتاب السيامي فاسيد نعم واخا كنخلاج عن إرادتي نعم كم عمر إلياس شحالة في عمرك إلياس سؤال تاني كنفضل محضات كنخلاج من الزنقاء كنفضل كنسمع شيء هدرا إنها قبيحة قبيحة. ما يؤثر عليك أو لا؟ ما يؤثر عليك أو لا؟ على مستوى الصيام ديالك؟ نعم، طبعا. إلياس، ما لديك من عام إلياس؟ ما لديك من عام؟ لديك 16 عام. لديك 16 سنة؟ سبارك الله قلت لي أن تتعصب في حدود المعقول أو تخرج على السيطرة ديالك؟ لا، حيث ما كيكون شوحد كيحضر حدود الموضوع مهم، شوحد كنتقل حدود آخر، كيحضر حدود الموضوع اللي توفق بالكلام اللي ما تعجبنيش. نعم، صح، طيب، صح. يعني كنت نفاعل، كنت نفاعل، طيب، إلياس شكرا على اتصالك. وتبعنا باش تسمع الجواب إن شاء الله إليك. يا إبني، الله يسر الأمر ديالك، الله يشفيك ويعافيك، الله يفرحك إن شاء الله. بالصحة جيدة وشفاء إن شاء الله يرى. نخدوه أمين على الخط، سلام عليكم يا أمين دائما من مدينة سدالبيضاء. أمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت سلم عليكم، كنت سلم على الشيخ ديالنا. شكرا، شكرا. الله يفيد. وعليك السلام. كنت سلم على جميع المغاربة وجميع المسلمين. شكرا لك، أمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يفيدك بخير عندي واحد سؤال مهمة الشيخ. الله يفيدك. الله يعلم نعم. شوف، خسنا نرحمه العيالات ديالنا. الله يفيدك بخير. لا يردالك. راكي عيال العيالات ديالنا. وخسنا نعاونهم في الشقاء وفادي. بالتأكيد من المشكلة. حيث قد يكون طيب. وخص إنه آمن؟ ونعاونهم من المريدة الدولة وآدمة. نعم. نحن نعاون من الخدمة نعاونها. نحن نقول لهم ديالنا. على ما يفيدك للتواصل. عيالها بنفسي نقصر علىها. هل تعيشت الأنمين؟ أنت مزوجا أمين؟ أمين. هل تعيشت الأنمين؟ أمين. أمين ، أنت مزوجا. أمين تنزوجا غير أخدامي كي نعاون مرات. تبارك الله عليك وكيف كانت تلقى رد فعل المحيطين بك؟ نعم الناس المحيطين بك الجيران والعائلة وكيف كانت تلقى رد الفعلهم؟ ما عندي جيران ولكن كله سد على داره وانت ما يهمكش الأمر المهم انت فرحان مع المادام عندي ماتين عاونة في كل شيء برافو ندخلوا عندهم يدخلوا عندنا مرحبا يوم طيب جميل أستاذ يعدك تعليق على هذا الأمر؟ عندي تعليق وعليك تكلم رحمة العيلة الداولة والله رحمة 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 رمضان نعم 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 زوجة ديالك قاسة في الدار أو خدامة؟ لا 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 مرتدي خدامة أنا ما عندي مشكلة طيب ولا ما طيبش طيب نحن سوف نجاوبك الأسد سوف يجاوبك يا أمين وشكرا لك وأكيد السما وصفة جميلة جدا هذه مسألة الرحمة وأنه شوف كيف تطرق لها من باب الرحمة وبطبيعة الحالة المساعدة كل واحد كيف تطرق لها كل من باب الحب كل من باب الرحمة كل من باب الشافقة يعني كنا بزاف جاء الأبواب طبيعة الحال فهذا الأمر هذا طيب نجاوبه بعد إلياس إلياس قال بأنه بعد المرات يتعصب تكون في نقاش جدال ربما قد يصل إلى جدال مع شخص ما ويسب ويشتم بسب وشتم يعني قبيح فكيقول واش صيام ديره جائز؟ أخطب أخي إلياس هذا الشاب هذا 16 سنة تبارك الله عليك والله سبحانه وتعالى يشفيك وعافيك إن شاء الله وتعالى ويبتعك بالصحة غير اللي نسح به هو تجنب حاول تجنب الله أردع لك حاول تجنب تلفظ بالكلام القبيح لماذا؟ لأن الصيام ليس فقط صيام أن نصوم عن الأكل والشرب والشهوة الشهوة دي الفرج إنما أن تصوم أيضا جوارح هنا تصوم اليد عن الضرب وعن البطش يصوم اللسان عن السب والغيبة والنميمة تصوم العين عن النظر إلى الحرام يصوم السمع عن سماع ما يغضب الله ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشربه إذا لم نترك الكلام القبيح الفاحش والكلام الذي في الزور الغيبة والنميمة كده إلى خيره فما قيمة هذا الصيام الذي نصوم بمعنى أن الصيام لم يؤثر فينا ما أداش الدور دياله فينا كيف أصد شي حديث أخر عن الجدال لأنه باش ما يوصلش للسب واشت نعم رأى ذكرناك قبلة ما ذكرناك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فإن ساب أحداً أو خاتله فليقول إني مرء صائب فأترك الجدال أنا رهين بقصر في الجنة لمن ترك الجدال جميل لخل الجدال وعارف بأنه على حق ولكن ذاك اللي حداه ما شاء الله على الصنطحة عنده كي جادل انت خليت ذاك الجدال لوجه الله خلتي قلتي صافي خليه ربي سبحانه وتعالى سيبني القصر في الجنة لك ولتنازلك عن هذا لأنه ستدخل في الجدال والصراع والخصومات نحن في رمضان ورمضان يستدعي من نقص سيبان الأثر دياله علينا هو في لساننا في البصر ديالنا في السمع ديالنا في الدينة في المشيدي ديالنا فهمتي؟ فمن تلفج بكلام قبيح إذا تلفظت بكلام قبيح فأعلم أن رمضاني في خطر أو صيابي في خطراتاً إلياس إلا هو سمع كلام قبيح في الشارع لا حرج عليه لا حرج عليه إنما إلا سمعتي تقول عدو لانش ترجم استغفروا الله العظيم استغفروا الله العظيم ما تقلش معهم سير في حلك نعم مرور الكرام وآخر اتصال وآخر سؤال ودي الأمين كنت أسأل على أو أعطى تعليق وأطلب من رجال أنهم يكونوا رحماء من نساء أجل هم لا يطلبون بطبخ كثير الأخ أمين أتار موضوعاً كبيراً جداً وأتارو في الدقائق الأخيرة لا في الدقائق الأخيرة على كل حل حانا قد نصرقوا شوية ديال وقت الزينب غير فقط يعني في رمضان عيب أن المرأة من الصباح وإياه وقفة في الكوزينة حتى الثلاث ناجد الليل عيب ده باكي الناس اللي قد يتفرجوا فينا يقول سيسكاش هدا ولا بوق ديال كده أرى ماشي بوق حراتاً نتكلم وتنقول ذلك شي اللي قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يعني كان في البيت ديال يكنس بيته كان يعني يخيط ثوبه كان ينظف ثوبه كان يرقع نعلى المسلمين وشد شي كله غد يدخليه للزوجة من الصبحية ديال المولانة من تقضيها الرجوع للتقضيها حتى السلاحة حتى السلاحة مسترحة تسلم أسلسهاش عاوتاني تنظف الاخيري وجد كده الاخيري عاوتاني توجد المغرب المغرب من الجد عاوتاني وراء المغرب هسترلها تباصل حطهم الاخيري عاوتاني وجد العشاء اه لا لا تتوقف فهذا التدخل ديال هذا الاخ ده فمحلو حبدلو اننا نساعدو ما فيها باس انك تجي من الخدمة ديالك كما نفعلو جميعا وليس هذا الاخ والله هذا احساس نابع من الايمان ماشي قضية الوقت الطورات تنسيرو ذكي ذكي واحد نوع من النساء اللي لا رماشي ابقى احنا تنسيرو ذكي اللي قال لنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تنسيرو ذكي اللي قال لنا الدين ديالنا والله ما اكرم المرأة الا كريم وما اهنها الا الايم والله خيركم كما قال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لآله باش غير تكتسبوا هات الخيريات تكتسبها بشي سيد تقلس على الاله خيريه وتقول اجيبو دك كده اجيبو كده من صبحية ربنا الى المساء الى الليل الى النوم وهي وقف على رجل وحده فرح مو هاد النساء ادو شي اما ونعطيهم واحد فرصة احتوهم اديرها فرصة باش تعمد اخدك في الله الزوجة ديالك تعبد الله سبحانه وتعالى تعبد الله سبحانه وتعالى تعبده التهية احتى تصلي التربح ديالك احتى تزوح دخول القتاء لحزب دياله تقراه وهكذا فمشاركة الزوجة في اعمال البيت ليس عيبا فقد شارك النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته في اشغالهن وقد وذكروها اشي يذكروه قالت عائشة كان رسول الله سلم يكونوا في خدمة اهلي في البيت دياله وما يدخل الدار يكونوا في خدمة اهلي اش كا يدير ترقع توب دياله يعني يغسلوا توبة يخصفوا نعلى وهكذا فليس عيبا وغادي نكونوا قدم لهم واحد الخدمة غا ترتاح وتكون راحة في البيت كله لكن ما تكون الزوجة يعني بتقل دياله وهذه الخدمة تنهار رأي البيت كله غاديوا مشاكل ولادي شكرا لك فضيط أستاذ دعي يا شيخ أستاذ درحمن سكاش وغادي نرحب وإياك بزينب تامر مرحبا يا زينب مرحبا أمينا كل شي مزيان وجلعا وجلبا صبقناك مبقاش دكش ديال الجبال وصف ديال بردان بلسناك ولكن ضروري ضروري غادي نمشي نطلع اليوم حتى أنا أصحاب الجبل أحبهم وغادي نطلع اليوم بعد بعد القفة إن شاء الله بإذن الله فد نهاية الأسبوع إن شاء الله غادي نمشي الضوار دي السيس كاش اللي أعطي صحيحته اللي أعطي الخير هو اللي وراناها الدوار وهو اللي شاف لنا الناس تمال اللي أعطونا لها لسدي الناس اللي محتاجين وهذا الناس اللي ما أفحالهم بشو هذا وغادي نمشي إن شاء الله بإذن الله نهاية الأسبوع إن شاء الله نمشي نفرقوا لهم القفاف طيب ماذا لديك بعد أولا غادي نعرفه لأنك مشاهدين أول مرة غاك يشوفونا غادي نعرفه بفقرة إحنا معك فقرة إحنا معك كم مديمى الناس اللي كيتبعونا في البرنامج في الراديو وكنديروا فيها الحالات المرادية كنعاونو الناس اللي مساكن مفحلهم شلي عندهم مشاكل طبية محتاجين أدوية محتاجين علاجات محتاجين أماليات كيجيوا إنا أننا تطلبوا المساعدة منا اللي كيكون توفر فيهم الشرط طبيعة الحال تيكون عندهم رامض تيكونوا الناس اللي فعلا محتاجين عندهم شبش يديروا هذا كله أكيد والمساعدات المستمعينة بطبيعة الحال كتكون بطرق مختلفة إما عن طريق شديفهم يعني كتجيوا وكنعطوكم الحالة أو لا عن طريق يعني مثلا كتبعتون لنا مثلا مبلغ من المال بطبيعة الحال وجزء من المبلغ باش تقدروا أنكم تساعدوا هذه الحالة هذه أو لا أنكم إحنا كنكونوا أنترميديار بينكم وبين سلة وصل ما بينكم وبين هذه الناس اللي محتاجين طبيعا الحال مثلا كتقولون نعطي لنا رقم هذك الطبيب أو رقم هذك المستشفى في نغايدة ديك العملية وكذلك كتبقونتوما بعد فبزاف ديالطرق من طبيعا الحال كنومختلفة أو لا يا زينب ولكن الهدف واحد هو أنه بطبيعة الحال يتقضى الغراض والحالة تستفد أكيد دائما تنقولوا إحنا فقط رابطة ديال الخير ما نقولوا شوصل إحنا رابطة خير بين المحسنين وبين الناس اللي محلهم يعني من نتيجة دنا شي محسن كين بزاف الناس يبغيوا الصدقة المستورة يقولك لا كان بغيكم أنتو ما تتكلفون أنتو ما تعطيو وكين الناس اللي يقولك لا أنا بغيت نتكلف بشكل مباشر كين الناس آخرين يقولك أنا ما بغيتش نبان ولكن في نفس الوقت بغيت نمشي نخلص بشكل مباشر أنا نمشي الكلينيك ولا نشري الدواء ولا هذا والهدف والهدف في الأخير هو الحالة أنها تستفدوا وتتخلص ماذا آدتي لنا اليوم يا زينة؟ اليوم سنهضرون إن شاء الله إلى الزيارة اللي سنديروا مركز حماية الطفولة اللي سنديروا لهم الفطور بإذن الله هذه الوليدات الصغار هم بنيات في هذا المركز الحماية الطفولة بنيات الصغار اللي مسكننا إما أيتام إما متخلى عنهم يا البنات اللي ما عندهم تشيحات يكونوا في هذا المركز سنفرحوهم إن شاء الله بإذن الله ونديروا لهم فطور ما كان هناك نديروا لهم أكثر ولكن لذيق الوقت اللي كان عندنا كانت عندنا المبادرة دي القفة وهذا يعني رتقينا فقط أننا نديروا لهم الفطور وبالنسبة المبادرات الجيئة إن شاء الله سنديروا مش غير الفطور سنديروا فطور سنديروا هدائي البنيات سنديروا البيسات هكا شي حاجة اللي تفرح هذه الوليدات نعم هنا نطلب من الأستاذ يعطينا كلمة لهذه البنيات وهذا دور رعاية ولكن ماشي للمحسنين اللي سيساعدوا لهم سبارك الله عارفين وواعين وفهمي الأمر ولكن لجميع كذلك حتى الناس اللي هما يقوموا على هذه المؤسسات الله يجزيهم بخير طبيعة الحال كلمة لكيفية المعاملة هذه النزلاء أو هذه الضيوف اللي يكونوا لفترة معينة ربما حتى 18 سنة وكذا وكيحتاجوا الحب وحنان كبير والسادة بالفعل أنا تنحياد النساد وتنقل لهم جزاكم الله خيراً لأنكم تتحتضنوا واحد للفئة اللي إذا كان غدر الحياة والوالدين وفحقهم فأنتم دارهم صدر ربي في يديكم وضعهم في يديكم باش تنقدوهم باش تخدو بيديهم باش تحطوهم في المسار صحيح لهم تحميوهم الحماية من المجتمع اللي تعيشوا فيه خصوصاً من الأخطار فبارك الله فيكم وعلى هذه الخطوات اللي جميعاً كنت تسلكوها الله يجازيكم بخير والله يوفقكم ويجعل هذا كله دخر ليوم القيامة إن شاء الله اللهم آمين زينا بإيدينا الأسبوع هذا السبس هذا السبس إن شاء الله ستبقينا محتاجين واحدة من 1400 درهم بالنسبة للناس المحسينين اللي بغاوا يعاونوا اللي بغاوا يفرحوا هدو البلدات الصغار هدو يكون فقط إفطار إفطار فقط الأطفال راه قلنا مع ضيق الوقت القفاف وكانت عدنا المبادرة يعني ما بغيناش نكتروا بزاف يعني هدو السبس ستبس ستبس فقط فقط الإفطار ولكن السبت المقبل وسبت المنورة بسبب كورونا ممنوع أنه يكون عزوز أنويك مرحبا ممكن كدل ممكن جوجة الأشخاص ممكن جوجة الأشخاص بغينا نعيشوا معهم هذه الفرحة حيث هدوك الأطفال بكتر ما كيكون محتاجين لكيهم أكثر وأنا كتكون معهم سماماً ولكن بسبب كورونا ما يمكنش نكون تجمعات نحنا مكرناش نديروا ليهم شوية لو ما كنا كانش كورونا غامشوا كاملين نديروا الانيماسيون نديروا لهم نديروا لهم ونديروا لهم شوية لحنينة وهذا يحسوا هدوك البنيات أننا رحنا معهم وأننا رحنا فكرينهم وأنه ورا مشيحتهم يحسوا براسهم راح ببحدهم راح قاعد المغربة يفكروا فيهم وقاعد المغربة قلبهم معهم وطيب هذه غير مبادرة أول يام طبعاً الحال اللي درنا فيها إفطار وإحنا عينينا كبيرة من البداية ما كناش بغينا فقط إفطار بحق لضيق الوقت قلنا هذا الأسبوع غادي نديروا غير إفطار ولكن احنا عارفين أن كن بزاف دي الجمعيات كديروا إفطار وكديروا مثل هاد المبادرات لكن الأهم وكالاقتراح دي الزينب هو أنه نمشيوا لهذا المكان وغادي نشوفوا شنو اللي محتاجين ليه يعني أين كان ثمن دياله وغادي نعرضوا على المحسنين ونشوفوا واش ممكن نصوبوا لهم هاد الأمور اللي محتاجين بيها أولا لا أو هاد المسلزمات اللي لازمهم واللي كتكون ضرورية أولا لا وأكيد إن شاء الله فيما آتي من الأيام ستكون لدينا واحد مبادرة جميلة جدا وفي إطار الصدقة الجارية أنه ناخدوا بعض من هاد الحالات مثلا اللي محتاجين يكمل القراءة وفي شي بلاسة ومحتاج مثلا مساعدة كيكونوا محتاجين المساعدة بزاف اللي كوصلوا 18 سنة فتقدروا بتاخدوهم كذلك على مسؤوليتكم مثلا باش نقضوهم وباش يديروا المستقبل ديرهم زينب والأكثر أنهم اللي كيكملوا 18 سنة يعني كيكونوا محتاجين فين يسكنوك يكونوا محتاجين فين يخدموك يعني كيحتاجوا باش يكملوا قرائتهم يعني الأغلبية من اللي كيوصل 18 عام كي القراصوا أنه يعني ما عندوش مكان فين يبقى فيه فاحنا هادوك الأطفال اللي في هادك الوضعية مكرهناش من بعد أننا نعاونهم ونشوفوهم محسينين لأنه يتكلف له ويكملوا قرائته ولا يتكلف له أنه يلقى له خدمة ولا يتكلف له أنه يلقى له ساكان احنا دائما نقول احنا واسطة خير بين المحسينين وبين الناس اللي محتاجين في إطار هذا الخير وهذا الشيء اللي كيعاون إنسان كيغير له حياته بشكل نهائي دفعا ندوز الحالة المرادية اللي غادي ندوزه هذا الأسبوع إن شاء الله عدنا ربعات الحالة المرادية كما قلنا المساعدة في الحالة المرادية كتكون الطريقة اللي بغيتو إما عن طريق شداء أف أمي إما عن طريق تأون الحالة بشكل مباشر نعطيكم الرقم ديالها وحتى إلا ما بتشوفوا الحالة نقدروا نعطيكم مثلا نعطيكم الكلينيك فين غادي ديرو للدواء اللي غادي شري وتكلفو بيو نقوم بتتوصل بالنسبة للحالة اللي اللي عندنا هي الحالة ديال زكريا اللي عنده مشكلة لإرادة ديال الحركة يعني ما كيتحكم فتشي حاجة في الجسم دياله زكريا اللي عنده 32 عام وتياخد واحد دواء كل خمسة وعشرين يوم هالدواء دير مية درهم يبليكم دواء تمانوا قليل بزاف ولكن زكريا كيعانوا بزاف لأنه ما عنده تشي دخل وما تقدرش يخدم لذلك يعني ما تياخدش هالدواء يعني الحالة دياله كتزيد تهوار هاد زكريا عنده بنيئة صغيرة عنده بزاف الأمور اللي ما كيقدرش اللي بغي يتواصل معه بشكل مباشر اللي بغي يعونه في هالدواء يتواصل معنا نعطاه الرقم دياله بالنسبة المحمد اللي عنده 64 عام ما عنده اطفال ما عنده تشي حاجة وعنده مشكلة ديال الريا وكيحتاج واحد الجهاز ديال تنفس للمبلغ دياله اللي كان حيد نصف المسران الكبير وتي ديال الخنشة تحتاج كل شهر دواب 1062 درهم وكيحتاج واحد البوشيتات اللي يوميان سبعين درهم هاد البوشيتات اللي اللي العائلة دياله تقهروا بهم والأخت دياله اللي جات سجلات معنا والله العظيم كانت تكتبكي لانا كانت تقول لك مشكلة ديال انني شهريا خصني شريل الدواء لا انا خصني يوميان سبعين درهم سبعين درهم وخصها زائد ألف درهم ديال الدواء كل شهر وهي غير كتشتغل في البيوت يعني ما يمكنش تقول لها توفر هاد المبلغ كامل وقدنا الحالة ديالياسين اللي عنده عشرين سانة ياسين اللي من نهار تزاد مسكين هو عنده مشكلة في النبولة والكلاوي تخيله معي ولية صغير من نهار اللي تزاد وهو تيدير كل عام عملية جوج عمليات كل عام عمليات باش يدير واحد تيو باش يقدر هديك يقدر يبقى عايش هاد الاملية اللي كتحتاج منه السلف درهم هاد الاملية كيديرها كل ستة أشهر اي واحد بغي يعاون اي حالة من هاد الحالات بشكل مباشر عن طريق شداء اف ام يتوصل معنا ونعطوها ياما 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 الحالة اكيد مباشرة او غير مباشرة باش يساعد المحتاجين فزينب طبعا الحالة هي في الخدمة ديالكم غيرت القوف فقدمكم المحسنين اللي بغاوا يتواصلوا مع زينب باش يساعدوا هاد الدار الايتام اللي غادي تمشي لها زينب باش يعملوا لهم افطار ان شاء الله هاد سبت هذا ومحتاجين 8000 400 درهم فيتواصلوا مع زينب على هاد الرقم اللي مبين على الشاشة 0-23-79-97-56 0-23-79-97-56 او لا بالنسبة لحالات اللي محتاجين لمساعدات طبية مثلا فيتواصلوا معنا على 0-7-0-86-82-84 هذا الرقم ديال فاطمة الزهراء 0-7-06-80-82-84 الله يجازي المحتنين كل خير الله يتقبل منكم جميعين مقدرتوا سجلوا رقم الهاتف بعد انتهاء البرنامج يمكنكم ان تلقوا على اول منشور على صفحتنا على الفيسبوك ستلقوا رقم ديال زينب والرقم كذلك ديال فاطمة الزهراء سنختموا بدعاء بعد ما نشكره زينب تامير شكرا لك شكرا على المجهودات ديالك الله يوفقك جمعنا دغياء هذا الفطار امين يا ربي امين افطروا فلوس لحالة المرضية ان شاء الله بإذن الله نشكر جزيز شكرا على الحضور ديالك سنتلقوا ان شاء الله لا تنسوش سنتلقوا خليت لكم الراحة وكنتمنى لكم جمعة مباركة السلام عليكم اللهم اهدنا في من هديت تولنا في من توليت وعافنا في من عافيت وكفنا شر وسوء ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اللهم تقبل منا الصيام تقبل منا قراءة القرآن تقبل منا القيام تقبل منا صالح الأعمال اللهم اجزي المحسنين خيرا اخلف لهم ما أنفقوا واجعله ذخرا ليوم القيامة اللهم اجعل خير أعمالنا خواتما خير أعمارنا أواخرها خير أيامنا يوم لقائك يا رحمن اللهم اغفر لجميع موت المسلمين واجعل قبورهم قصورا من الفردوس شاف مرضى المسلمين اذهب أسقامهم يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب عزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين دين ودنيا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة